السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة مسمام التعليمية. رضا اصدقائي هنكمل مع بعض الفاصل الثاني. ده عندي ده عندي الدرس الثالث. ان شاء الله اشرحه معاكم بطريقة سهل وبسيطة. علشان تقدر تشرحه لأولادكم بكل سهولة. يسي اصدقائي تابعوا معي لحد نهاية الفيديو. علشان تستفادوا. ما تنسوش تدعموني لايك الفيديو. ولو مش مش كيفيه في قناتي اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس على علامة الكل. علشان نصلكم كل فيديو جديد انا بنزلهم. let's start. زي ما شايفين معي اصدقائي درسنا النهاردة بعنوان diagram of the human body. معناها هنا يعني رسم تخطيتي لجسم الانسان. عندي كلمة diagram معناها رسم تخطيتي. of the human body يعني لجسم الانسان. هنا بيقول these diagrams have label for important parts of our body. some parts we can see every day. and some parts are inside and we never get to see them. put each label in the suitable place on the diagrams. هذه المخططات لها تسميات لاجزاء مهمة في اجزامنا. بيقول ان بعض الاجزاء ديت احنا نستطيع او احنا يعني يمكننا رؤيتها كل يوم. والبعض الاخر بيكون بالداخل. واحنا من قدرش ان احنا نشوفهم. بيقول انك انت بيقول ضع كل label يعني كل تسمية من المساميات اللي موجودة دي في مكانها المناسب على على اللي هو المخطط. تمام? ما شايفين معي اصدقائي هو اصدقائي على الكلمات دي او الاسماء دي اللي هي label اللي هي الاسماء دي. نحطها فين? نحطها على ال diagram. طيب قبل ما نشوف مع بعضها عندي ال diagram. طب هو ايه عندي ال diagram زي ما بيعرفه هنا عندي في الكتاب? بيقول عندي diagram is an image that helps to explain how something works. including the names of different parts. بيقول يعني ال diagram اللي هو المخطط او الرسم التخطيطي يعني عبارة عن صورة. الصورة دي بتساعدنا في توضيح كيفية بعض الاشياء. يعني ازاي بعض الاشياء ان هي بتعمل. يعني هو بيشرح لنا ازاي الاشياء دي بتعمل. بيقول يعني زي زي ايه? زي عندي العنوين. العنوين عندي بتوضح لنا اسماء الاجزاء المختلفة. شايفين معي هي دي عندي اللي هي العنوين. العنوين دي هنحطها عندي هنا على ال diagram على اللي هو المخطط. عشان نعرف ان كل جزء ده بيعبر عن ايه? وايه اسم الجزئية دي? او اسم الحاجة دي ايه? يعني مسلا هنا عندي اول حاجة من الاجزاء اللي معايا او اللي هي العنوين. عندي يعني قلب يعني معدة. طبعا الكلمان دي كلها اخدناها في هنا معايا اللي هي الاوردة. الجلد اللي هو العظام يعني اللي هي العضلات. هنا عندي اول صورة اصدقائي بتعبر عن ايه? هو طبعا هنا جايب عندي فيه الديلة الصغيرة دي? طبعا دا عندي 60 اللي هو الجلد. هيكون عندي هنا. طيب الصورة اللي بعدها دي اللي هنحط عندي العنوان علشان نعرف الجزء ده بيشاور على ايه? او الصورة يعني اللي بتوضح الجزء ده بيشير الى ايه? طيب عندي دي ايه اصدقائي? طبعا عندي دي ما شايفين? دي ستمك اللي هي المعدة. بحكتب هنا عندي ستمك اوكي? طيب اللي بعدها شايفين معي اصدقائي دي صورة ايه? طبعا هنا عندي هو جايب عندي جزء ايه? اول جزء هنا عارفين دي ايه? ها? دي عندي اللي هي العضلات. طيب هكتب هنا عندي تمام? طيب اللي نباحة دي صورة ايه? شايفين معي قصدقائي? طبعا ده عندي اللي هو العزام. يبحكتب هنا عندي اللي هو العزام. طيب الصورة دي ده عندي ايه? ده عندي اللي هو القلب. يبحكتب هنا اللي هو القلب. طيب وهنا صورة ايه? عندي دي اللي هي ايه? الاوردة. تمام? شايفين معي طبعا الجزء ده اخلناه قبل كده سهل وبسيط ما فيوش اي حاجة. هنشوف لبعده. هنا عندي يعني جلدنا يحمينا. بيقول يعني بيقول اقرأ الفقرات او الفقرات يعني وجاوب على الاسئلة او ثم اجب على الاسئلة. طيب هنا عندي اذا شايفين معايا بيقول يعني اعضاء جسمنا. اول حاجة بيقول يعني الاعضاء. انا هكبر الصورة علشان نشوفها مع بعض كويس. هنا بيقول يعني اعضاء جسمنا. هنا بيقول اعضاء هي اجزاء معينة او محددة يعني في اجسمنا. وبيقول ان هي ليها وظيفة محددة. عندي كلمة معناها وظيفة يعني محددة يعني ليها وظيفة محددة. بيقول يعني اجسمنا لها العديد من الاعضاء زي المخ والقلب والمعدة والجلد. تمام? طيب شايفين معايا اصدقائي طبعا دي عندي في الصورة دي صورة المخ والصورة اللي جنبها طبعا دي ايه? دي عندي القلب. طيب اللي بعدها بيقول هنا يعني بعض الحقائق عن الجلد. بيقول بيقول يعني جلدنا او يعني البشرة بتاعتنا تقف بيننا وبين العالم الخارجي. يعني جلدنا يزن حوالي اربعة كيلو جرام. بيقول ان جلدنا اكبر عضو في جسمنا. دي كلها معلومات وحقائق عن الجلد تمام? او عن يعني البشرة. ما شايفين معايا هو جايب عندي دي صورة الجلد ودي عندي جايب اللي هي المعدة. الفقرة اللي بعدها بيقول هي عندي بيقول structure of skin يعني هيكل الجلد. طب يعني ايه عندي كلمة structure? كلمة structure معناها معنيين. ممكن اقول عليها معناها هيكل. ممكن اقول ان هي معناها بناء. بناء يعني لما ابني مجموعة من القواعد. ابني مجموعة من البيوت. بقول عن structure. يعني ببني. اما هنا عندي جاية مع skin مع الجلد. معناها هيكل الجلد. طيب يعني هيكل الهيكل يعني طريقة يعني اللي بيتم بيها ترتيب او تجميع اجزاء من شيء ما. زي ما هنتكلم هنا عندي الجلد. وحنشوف ما بعد عندي الجلد ومكوناته. وبالطبقات اللي بيتكون منها الجلد. طيب عشان كده هنا اخترنا كلمة structure معناها هيكل. بيقول structure of skin يعني هيكل الجلد. طيب او هيكل يعني البشرة. هنا بيقول يعني جلدنا بيتكون من العديد من الطبقات. هنا عندي كلمة multiple فكلنا اصدقائي اخلناها عندي في دروس الماس. وقلنا ان معناها متعدد او يعني مضاعفات. هنا عندي multiple layers معناها طبقات متعددة. يبقى جلدنا بيتكون من ايه اصدقائي من طبقات متعددة. طيب بيقول يمكنك رؤية الطبقة العليا من الجلد. بينما الطبقات الاخرى موجودة تحت الجلد او يعني تحت السطح. باكده بيقول الطبقة العليا سمكها حوالي نصف السمك بتاع الورقة. اللي هو الشيت يعني اللي هو الورقة. تمام? الورقة العادية بتاعتنا. هنا عندي بيقول بيقول يعني ان احنا يمكننا صناعة جلد جديد طوال الوقت. وبيقول يعني بمرور الوقت الجلد ده او طبقة العليا من الجلد او الطبقة العليا يعني من الجلد. اللي بتكون موجودة على السطح. بيحصل لها ايه? بيقول ان هي بتتقشر. بيحصل لها ايه? بتتقشر. والطبقة الجديدة بتاخد رحلتها على السطح. يبقى بيحصل عندي بفيه طبقة جيدة بتنتج. الطبقة الجيدة دي بتاخد لها وقت. ما عمره الوقت دي اللي عمره الوقت ده. الطبقة اللي من فوق دي بتتقشر. وبعد كده عندي بينتج طبقة جديدة. يعني اني الرحلة دي هنا بيقول بيقول ان الرحلة دي بتستغرق حوالي تلات اسابيع. يعني بيقول باستمرار باستمرار عمل طبقات جديدة ده بيحافظ على صحة جلدنا وكمان عندي واستكماله. تمام? تمام? زي شايفين معي اصدقاء دي عندي يعني طبقات الجلد. شايفين معي عندي طبقة العليا من الجلد. تمام? ودي عندي ايه? الطبقة السفلة. ودي عندي الطبقة الوسطى. تمام? هنشوف مع بعض اصدقاء اللي بعده. عندي يعني اهمية الجلد. هنا هنشوف مع بعضها عندي اهمية الجلد. نمبر يعني بيحمينا من الجرسيب الضرة يعني بيحمينا من اشعة الشمس الضرة يعني بيقول ان هي بتحافظ على السوائل اللي بتكون عندي داخل اجسامنا زي المية والدم يبقى ايه اهمية الجلد بيحافظ على السوائل اللي بتكون داخل اجسامنا زي المية والدم يعني ان هي كمان بتحافظ على درجة الحرارة سبعة عندي يعني اهمية الجلد زي ما شايفينهم معي دول عندي اصدقائي مهمين طيب بعد كده بيقول يعني حماية جلدنا هنا نمبر وان بيقول يعني بيقول هنا يغطي جلدك باستخدام ملابس مناسبة او شمسية سانسكرين سانسكرين اللي هو الكريم الواقي من الحماية من الشمس بيساعدنا بيساعدنا في الحماية ضد اشعة الشمس الضرة يعني اصدقائي مهم جدا لما بنكون موجودين في الشمس يعني احنا نرتدي ملابس مناسبة او ان احنا نمسك امبريلا يعني او ان احنا نكون معانا شمسية او نحط كريم واقي للشمس علشان يساعدنا في او يحمينا يعني من اشعة الشمس الضرة طيب ما بعد عندي الاسئلة اللي معايا اول حاجة بيقول عندي يعني ضع علامة صح او خطأ بيقول ان العضو عبارة عن جزء معين في جسمك لوظيفة محددة طبعا عندي الاجابة ايه؟ طبعا اجابة صحيحة ده كان اول حاجة عندي في الدرس بتاعنا طيب نمبر تو بيقول جلدنا اصغر عضو في اجسامنا طبعا احنا قلنا ايه؟ غطأ لان هو اكبر عضو نمبر سرين بيقول يعني ان السونسكرين اللي هو الكريم الواقي بيساعد بيساعد ان هو يحمي ضد اشعة الشمس الضرة طبعا دي اجابة صحيحة السؤال البعده معي يتشوز بيقول بيقول نحن نستطيع حماية جلدنا ضد اشعة الشمس الضرة بايه؟ اول حاجة بيقول يعني بارتداء ملابس مناسبة باستخدام كريم الواقي ولا هنختار عندي يعني نختار الاتنين طبعا هنختار عندي الاتنين تمام؟ طيب بيقول انسر يعني جاوب على الاسئلة التالية بيقول بيقول ايه اهمية الجلد؟ بيقول اكتب بس نقطتين هنختار عندي اصدقائي نقطتين من اللي فوق دول تمام؟ هنا عندي شايفين معي دول عندي اربعة هنختار منهم عندي اتنين ونتبه مع عندي في السؤال الاخير هنشوفوا ما بعد اللي بعده هنا بعد كده معي بيقول يعني حماية جلدنا هنشافين معي اصدقائي ده عبارة عن نشاط بيقول بيقول حاول انك تعمل النشاط الاتي في البيت هنا جايب عندي اللي هي المواد الخام هنا جايب عندي المواد اللي بيستخدمها بيقول يعني قطعة واحدة من يعني اللون غامق معناها الورق المقوى يعني قطعة واحدة من الورق الملون المقوى هنا عندي اللي هي المقصات يعني اللي هو الكريم او المرطب الواقي من الشمس هنا بيقول عندي الخطوات الخطوات اول حاجة بيقول بيقول يعني هنا الورق المقوى زي ما شايفين معايا في الصورة بيقول يعني هات الورقة والصاحب المقصة على قطعتين تمام؟ الخطوة التانية بيقول 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 يعني وزع كده كمية قليلة من الكريم اللي هو كريم بتاع الشمس ده على قطعة واحدة او على ورقة واحدة بس يبقى انا هجيب عندي ورقتين ورقتين تمام من الورق المقوى اللي اتنين هيكونوا عندي غمئين او ورقة واحدة يعني وهبدأ قصها بالنص زي ما هو جايب في الصورة الاولى وهبدأ كده عندي في ورقة واحدة بس الورقة دي حطت عليها قطعة من الكريم اللي هو الواقي تمام؟ بتاع الشمس وهبدأ كده اوزعه عليها هوزع الكريم على الورقة كلها دي خطوة تانية الخطوة التالتة بيقول بيقول ضع القطعتين الورق دول في اتجاه مباشر من اشعة الشمس او ضو الشمس هنا عندي يعني معظم اليوم جايما شايفين معي هو جايب الورقتين وهتهم عندي في اتجاه اشعة الشمس تمام طوال اليوم طيب بيقول حتلاحز ايه هنا جايب عندي الملاحظة بيقول يعني ان الشمس بهت لون الورقة اللي ما كانتش محمية من كريم الواقي يعني اصدقائي زي ما شايفين معي هنا كده عندي هو طبعا حطينا الورقتين قدام اشعة الشمس شايفين معي اصدقائي الورقة اللي ما حطناش عليها الكريم حصل لها ايه هي عندي بهتت من ايه من اشعة الشمس تمام اما الورقة اللي كنا حطين عليها الكريم شايفين معي كانت محمية من اشعة الشمس ما حصل لاش اي حاجة هنا عندي conclusion اللي هي الخاتمة بيقول ان sunscreen is used to protect the skin and keep it its original color بيقول يعني ان الكريم الواقي من اشعة الشمس ده بيستخدم لحماية الجلد وبيحافظ على اللون الاصلي شايفين معي اصدقائي ده كان عندي نشاط تمام هنا اخر حاجة معي بيقول يعني انا تعلمت اين من خلال الدروس اللي فتت دي اصدقائي بيقول يعني بيقول العادة دي هي اختيار احنا بنعمله كل يوم او بانتظام طيب يعني بعض العادات الصحية هنا عندي اول حاجة تناول خدرة وغطو فاكهة يعني شرب ميا كافي دي يعني قم بعمل تمرين يوميا طيب اللي بعدها هنا عندي بعض العادات الغير صحي عندي زي يعني شرب المشروبات الغذية محاعدة التلفزيون لفترة طويلة عدم غسل ايدين بعد الخروج من الحمام باكده هنا عندي جاي ازاي جلدنا بيحمينا او كيف يحمينا جلدنا اول حاجة زي ما قلنا لاصدقائي من خلال ده لسنة نقولهم مرة كمان يعني بيحمينا من الجرسيم الضرة يعني بيحمينا من اشعة الشمس الضرة عندي كمان بيقول يعني بيحمي السوائل اللي بتكون موجودة داخل اكسامنا هنا عندي الكلمة دي هي نفس الكلمة لما اقول عندي يعني سائل يعني تحمي السوائل اللي موجودة داخل اكسامنا يعني ان هي بتحافز على درجة الحرارتنا سبتة تمام؟ هنا بيقول يعني طرق حماية جلدنا بيقول 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 غطي جلدك باستخدام ملابس مناسبة او شمسية بيقول يعني ان الكريم الواقي من الشمس ده بيساعدك ان هو يحميك ضد اشعة الشمس الضرة تمام؟ زي ما شفتم معي كده اصدقائي ده كان درساله النهاردة يبا اكون قدرت اقافتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة